بعد ان تجاوز عدد الحوادث في العام الماضي خمسمائة حادث وقد تسببت بعدد كبير من الوفيات والمصابين مديرية المرور في الانبار مع بداية العام الفين واربعة وعشرين تقرر نصب رادارات في الطرق الرئيسية ووضع كاميرات متحركة تحملها سيارات من اجل رصد المخالفين وفرض غرامات مالية للحد من الحوادث ان شاء الله مقبلين على شيء احدث واكثر دقة هي عندنا الكاميرات الرصد المروري وايضا عندنا الرادارات نوعا من الرادارات والكاميرات اللي هي راح يصير راح يصير عندنا كاميرات ورادارات ثابتة وايضا اللي مجمل الخطة العامة للمديرية مرور محافظة الانبار هو انه توزيع الكاميرات او نشر الكاميرات والرادارات على الطرق الرئيسية والعامة المطالبات تصاعدت لدى المواطنين لنشر مفارز مرورية على الطرق الخارجية ووضع إشارات تنبيه لتحذير السائقين وإكمال تعبيد طريق الغربية بشكل كامل بعد إن سمي بطريق الموت لكثرة الحوادث فيه لكونه سايد واحد اليوم نشاهد بعض الحوادث التي تحدث في الطرق الخارجية وتروح أغلبيتها من المواطنين يعني حرامات يعني اليوم لا بد ما تفعيل دور المفارز المرورية في الطرق الخارجية وتفعيل أجهزة الرادارات التي تتحدث في السرعة لا بد ما تحدد سرعة محددة في الطرق الخارجية حتى نقدر اليوم نقلل من هذه الحوادث ومن أجل تنظيم السيرة تم الإعلان عن نصب إشارات مرورية في أغلب شوارع الأنبار في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة فضلا عن عزم المرور فرض غرامات مالية تصل إلى أكثر من 200 ألف دينار على أصحاب المركبات من مخالفي قواعد السير ومستخدمي هواتفهم في أثناء القيادة من الأنبارد ريس يحيى قناة الفلوجة